الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد هذه هي الكلمة الثانية في تربيتنا الأسرية وعلاقتنا بأبنائنا وهي كلمة للآباء وكانت الأولى للأمهات هذه الكلمة لخصها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وجاء ووردت بها الأحاديث الصحيح قال الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه الآيات وهي نصف وجهة في القرآن الكريم تحمل في طياتها رسالة إلى الآباء إبراهيم عليه السلام كان يقيم في فلسطين في مدينة الخليل وزوجه هاجر وابنها إسماعيل كان يقيمان في مكة فقامهم في مكة وهاجر بهما إلى مكة وترك هاجر مع وليدها الرضيع وذهب وعاد فنادت إليه هاجر سلاس مرات وقالت له يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء فلم يجبها ندته سلاس مرات فأجابها في الثالثة بعدما سألته آآ الله أمرك بهذا قال نعم أمرني فقالت إذن لن يضيعنا فهذه تكملت رسالتي إلى الأم أن تقوي ثقتها بالله سبحانه وتعالى هذه نقطة نقطة ثانية أن إبراهيم لما كان في الخليل في فلسطين وأسرته كانت في مكة ليس معنى هذا أنه أهمل هذه الأسرة ولم يرعاه بداية الأسرة كانت تعيش في مكة كان في بيت الله الحرام مع زمزم قبيل الجرهم كان الولد إسماعيل كان نبيا كان إسماعيل شابا فتيا قويا وكان إبراهيم رجلا شيخا كبيرا جاوز المائة عام أو يزيد لأنه هو هولد له إسماعيل كما في العهد القديم وهو ابنه بابن السادثة والثمانين عام فكونه أنه هو يأتي لإسماعيل والسنة أحصط سلاس زيارات من سيدنا إبراهيم لسيدنا إسماعيل يعني أنا كنت أتصور أن المفروض الشاب عايش في مكة يبدا مكان في مأمن عايش هو نبي أيضا في مأمن من الانحراف هو شاب إذن عنده قوة على زيارة أبيه اجتمعت فيه هذه الصفات السلاس إذن يبدا الأب ليس بحاجة وهو شيخ طعن في السن أن يتكلف مشقة السفر ويزور ابنه لكن اللي حصل خلف هذا أن سيدنا إبراهيم هو الذي تجشم وعثاء الصفر تعبه ومشاقه وزار سيدنا إسماعيل ثلاث مرات ومن ضمن هذه الزيارات هذه الزيارة التي أسس فيها أو عفوا رفح فيها أساس البيت الحرام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا فكان يصنع مع ابنه الخير للعالم كله ثم هو يدعو الله عز وجل بالقبول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومنذريتنا أمة مسلمة لك وآرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث يدعو وهذه رسالة للأباء لأن الحديث الشريف دعاء الولد دعاء الوالد على ولده مستجاب فحبذا لو كان لسان الوالد لهج بالدعاء لولده لأن الدعاء له مستجاب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم حبزة لو الإنسان يسأل الله عز وجل لأولاده الهداية ويرزقهم وأن يرزقهم الله بالصحبة الصالحة والزوجات الصالحات والذرية الصالحة كذلك من بعده فلذلك قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذن ملة إبراهيم ونهج إبراهيم وسيرة إبراهيم في أسرته في تعهدها تعهد الصغير حتى لو كان في مأمن اجتماعي مثل مكة المكرمة عند بيت الله الحرام حتى لو كان في مأمن علمي مثل الرسالة والنبوة والتعليم الديني حتى لو كان في قوة وفتوة الشباب فهو عليه أيضا أن يتفقد حال ابنه مهما كان وضعه الصحي على أي حال هذه الطائرات العمودية تفقد بها الألمان فإذا كان هناك تجمعات جاءت الشرطة لفضها في فترة الحجر التجمعات أو الحجر المنزل نكمل فنقول أن سيدنا إبراهيم قام بواجبه كأب على أتم وجهه مع ضعف قوته وعكس الصفات عند سيدنا إسماعيل تماما من ناحية القدرة ومع طول المسافة بين مكة والخليل ولكنه سافر هذه المسافة الطويلة رغم هذا هو الذي تكبد عناء الصفر وتفقد تركته هو كما في صحيح البخاري فجاء إبراهيم يتفقد تركته لما دخل عند زوجته وترك الورسالة مشفرة بأن غير عتبة دارك وفهمها والتقط إسماعيل عليه السلام الإشارة وطلق زوجته وقال لها الحقي بأهلك إنه يأمرني أن أطلقك الحديث في صحيح البخاري يقول فجاء إبراهيم يتفقد تركته فعلا الأولاد هم تركت الوالدين فعلى الأب ألا يجعل أو يحصر دوره في جمع المال وتوفير النفقات وما إلى غير ذلك ولكن الواجب التربوي والواجب التوجيهي لا يتخلف هذا الواجب لا يتخلف مهما كانت حالة الإبن أصارا أو علما أو تدينا أو مهما كانت حالة الأب من ضعف وبعد مكاني أو زماني ومن يرد أن يتواصل مع أولاده يعينه الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وإنفعنا بما علمنا وإلى لقاء في رسالة في كلمة مع الأولاد أنصح الأباء أن يحثوا الأبناء على سماع واستماع الحلقة القادمة إن شاء الله فهي رسالة موجهة لهم باعتبارهم أنهم الركن الثالث من أركان الأسرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته